اشتركوا في القناة هذا الوقت يختلف عن ما نتكلم فيه يعني معانا ضيف وحلقة خاصة وقوية جدا وكان اصرر مني على الشيخ الشريف انه هو يعرض لنا الحلقة دية انه مشرفنا ارحب بالشيخ الشريف الاعمامي ربنا يبرك فيك وحفظك طبعا عزائي المشاهدين احنا النهاردة كان افضل من افضل الحلقات اللي ممكن نتمتع بيها او نقدر نتكلم فيها اللي هي علم الاعشاب او طب الاعشاب او كيف تتداوى بالعشاب الحلقة الماضية تحدثنا مع الشيخ الشريف عن القصط الهندي وتحدثنا عن الاشواجندة وتحدثنا عن العسل وتحدثنا عن الانواع اللي هي تخص يعني الناس في التداوى بالعشاب ورفع المناعة وازاي تقي نفسك من الامراض بالعشاب او المنتجات الطبيعية اليوم بقدر لي تبارك وتعالى نتكلم مع الشيخ شريف على شيء يعني اعتبر من افضل الاشياء التي يتداوى بها بني ادم ومن افضل الاشياء التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عديدة وهي الكمأة او الترفاس الرحب بك شيخ شريف وعايزين نعرف من حضرتك ازاي ايه هي الكمأة الكمأة طبعا في البداية احنا يعني عايزين نولي الموضوع همية قصوى لان الكمأة تعتبر من اعلى فصائل الفطريات في العالم اللي هي قدامني وطبعا الكمأة انواع والوان وهي بتختلف في مسمياتها من شعب للتاني ومن دولة للتانية ومن ثقافة لثقافة فالترفاس بلهجة اهل دول بعض دول دول شمال افريقيا زي ليبيا تونس الجزائر المغرب وكذلك في مورتانيا بيقولوا عليها ترفاس الكمأة او الفقع بلهجة اهل الخليج بيسموها الكمأة او الفقع وطبعا بنص المصطلح الذي جاء في السنة الكمأة من المن وماءها شفاء للعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكمأة من المن وماءها شفاء للعين واول من طبق تطبيق عملي في العلاج بالكمأة هو ابو هريرة رضي الله عنه ارضاه في لجارية كانت عنده تشكو من الرمد في عينيها فاخذ خمس من الاكمأة يعني هي جمع الكمأة واستخلص او استخرج الماء ووضعه في قرورة ثم خلطه بالاثمد وفي رواية انه اكتحلت بالماء دون الاثمد يعني لوحدة فاصبح من هذا الحديث اهمية قصوى من ناحية الطب النبوي في العلاج ولكن طبعا في انواع من الكمأة يعني عندنا مثلا النوع الاسود النوع الاسود هو ارض انواع الكمأة طيب جبما نتكلم على انواع الكمأة شخصية تمام فيه ناس بتنكر يعني ايه الاحاديث ديات وفيه ناس بتقول ان طب او تدوي بالعشاب ده او بالكمأة او بغيره ده كلام يعني مش مقنع او موش واقعي ولقد انكر من قبل اناس كثيرين حديث الزبابة تمام نعم ولم يصدقوا حديث الزبابة الا بعد ان جاءت الابحاث من الغرب فاحنا النهاردة في حجة عقلية في حجة علمية لمن لم يصدق ما جاء في الاحاديث يعني احنا النهاردة عندنا برهان وعندنا ادلة قاطعة تبين النتائج العملية التي طبقت بالفعل عند قطاع كثير مما نهتموا بهذا الامر يعني معلش شيخ راضي لو هنتكلم في موضوع زي موضوع الكمأة احنا النهاردة مش مش هنقول الناس تصدق الحديث وفي ناس مش هتصدق الحديث خلينا نبرهن لاصحاب بعض العقول الذين ينكرون الحديث بطريقة اخرى بالواقع بالنتائج اللي الكمأة دي اهتمت بيها دول بل وكادوا ان يجعلوها في مقدمة الاقتصاد وهي لا تزرع وصرفت دول ملايين من الدولارات علشان يزرعوا الكمأة دي ولكن ما ما نفحش فهي علشان كده اعلى نوع او اعلى فصيلة من فصائل الفطريات يعني غير المشروم غير عش الغراب خالص ودي بتطلع مرة في السنة في بعض الدول يعني على سبيل المثال دول شمال افريقيا ودول الخليج وفيه دول اوروبية عندها الكمأة دي غالية جدا 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 السعر يتعدى الثلاث تلاف دولار سعرها يتعدى الثلاث تلاف دولار لأنه عارفين قيمة رغزائية والعلاجية طبعا وفيه شركات استخلصت بالفعل شركات اجنبية استخلصت بالفعل من الكمأة الماء واصبح هذا الماء زي قطرة للعين للشبكية وتحديدا لمرض التراخومة وبعدين احنا عمالين بنتكلم على اهميتها للعين لا دا لها اهمية كبيرة خالص بالنسبة لهشاشة العظام مغلي الكمأة في وقت لا يقل عن نصف ساعة يعني بالبلد كده لو عملت منها زي شربة تغلي منها نصف ساعة دي مفيدة جدا 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 لهشاشة العظام تقي من مرض هشاشة العظام وتفيد في تقويت الجهاز المناعي ولكن احنا لما نيجي نستخدم بنقول يا جماعة الكمأة ما ينفعشنا كلها نية وان كانت تؤكل ولكن مش اي معدى تستحملها لازم ان هي تطهى والطهي بتاع الكمأة ممكن يكون شاوي وممكن يكون سلء تمام وممكن يكون على الطبائخ في صواني زي صواني الارع العسل وعلى على الرز وعلى المكارونة لكن الكميات يا شخص شريف دي ممكن تضر او او شيء الكميات بنسبة كبيرة طول ما هي مطهية مفيش ضرر ان شاء الله مهما شرب منع ما تضرش مفيش اي ضرر استخدامه مفيش اي ضرر احنا دايما بنتكلم عن الكمأة والناس فهمة ان هي ما بتفيدش غير العين بس لا انا بنقولهم وبشرهم ان الكمأة خاصة في الظروف اللي احنا فيها اللي الجسم محتاج فيها مناعة تقوية للجهاز المناعي وفرصة اللي بتطلع بتطلع حضرتك يا شيخ راضي مرة في السنة والموسم بتاع استخراج الكمأة من باطن الارض بيختلف من دولة للتانية يعني على سبيل المثال في السودان بيسموها العبلاج او بنت الرعد او نبات الرعد لان هي لها علاقة بالرعد والبرء والمطر لان هي بتستمد الغزاء بتاعها علشان تنمو من بعض المواد الحيوية اللي في التربة من بزور نباتات حتى بيستدلوا عليها في بعض الاماكن الصحراوية عن طريق نبات ممكن النبات دوت بيكون اسمه مختلف من مكان للتاني ولكن في بعض الاماكن اسمه نبات الرقروق لما يشوفوا النبات دوت يبقى فيه المكان ده فيه كمأة في السودان فيه انواع من فيه انواع من الحشرات معينة بتنتشر حول المكان فبيعرفوا ان المكان ده فيه كمأة اول ما بيظهر في موسم الكمأة اللون الاسود ولكن اللون الاسود ده مش هنقول ان هو اللي يستخدم وانما هو بيكون برضو امارة او دليل على ان المكان ده السنة دي هيكون فيه كمأة يعني ممكن فيه سنين ما يكونش فيه بالضبط وهي فعلا نبات الرعد او بنت الرعد او بالسوداني العبلاج علشان خاطر لها علاقة بموسم هطول الامطار اللي هو بيسبقه رعد وبرق لان البرق ليه علاقة بتواجد الكمأة فضل الله سبحانه وتعالى لان البرق ده بيفك الروابط الهيدروجينية اللي هي موجودة في التربة ينتج عنها نبات ينتج عنها فطر الرعد وليس نبات الرعد فطر الرعد وبينها النوع الاحمر وبالمناسبة يعني اللون الاحمر والابيض هو اللي شائع في الاستخدام وان كان ان اللون الابيض اللي هو بيسموه الزبيدي ماشي دوت بيكون في اماكن معينة هو احسن الانواع وفي اماكن اخرى بتفضل النوع الاحمر يعني ما هواش بقياس لكن على كل حال لكن هو ممكن فطر الكمأة ممكن الشيخ شريف بل مكان مثلا ممكن يكون في نوع من ده بيخدم مثلا او بيعالي شيء معين والنوع التاني بيعالي شيء معين ولا هي نفس الخواص ونفس انا لو ركزنا لو ركزنا على الحتة العلاجية اللي في الكمأة هنقول الابيض هو شائع في استخدامه اكتر من نحية استخراج المياه منه علشان خاطر تكون هلاج للعين وشبكية العين وطبعا طريقة استخراج المياه دي برضو مش طريقة واحدة يعني في كذا طريقة يعني انا لو مسكت الكمأة دي وعايز اطلع منها مية علشان اعمل منها قطرة للعين ممكن ان انا اقطعها واغليها واخد من المية دي بعد ما بتصفى خالص والشوائب تنزل لتحت واستخدمها قطرة وفيه طريقة تانية ان احنا بنعمل زي فتحة من فوق وبنحط الكمأة على جمر والجمر ده بحرارته بتطلع لفوق بتنزل المية في الفتحة اللي احنا عملناها فبنسحبها بسرنجة وغير كده بتتقطع وبتتشوى ولما بنشويها ونكلها طعمها بالزبط بيكون يعني مشابه لطعم الكلا الضأن او يعني باللهجة العمية بيت الكلاوية تمام وده طبعا بيرجع لان هي نموها بيكون ناتج عن مواد حيوية في التربة فنسبة الدهون فيها بتبقى يعني 3% وفيها نسبة كالسيوم 13% وفيها بوتاسيوم وفيها فسفور كل الحاجات دي محتاجها جسم الانسان فعلشان كده تكمن فايدة الكمأة لكل الناس الغريب يا شخصريف انهما انهما يعني ما قرأت ابحاث عن الكمأة فوجدتها مش في العرب وجدت اللي بيعمل ابحاث عن الكمأة ديها اللي هي الدول الغربية اكيد فده دليل انه لأ ديها موضوع لازم يعني يتاخد بعين الاعتبار اكيد وانه احنا لازم يتعالج بالكمأة او انه احنا ناكل الكمأة لانها نسبة فايدة قوية جدا واللي مش هينتهز الفرصة هو حر يا جماعة دي حاجة موسمية مش قاعدة طول السنة يعني موسم وفي دول عشان كده لما تكلمتيني حضراتك وقلت لك لأ ده محتاجة ايه محتاجة لقاء ومحتاجة كلام عن الكمأة بالضبط فالكمأة موسمية يعني انا النهاردة الكمأة بتظهر عندي من شهر تسعة على سبيل المثال لغاية شهر عشر او شهر احداشر ده كان ولكن الفصول الفصول تغيرت شوية او الشتاء بدأ يتأخر فاصبحت الكمأة موجودة معانا لحد يمكن اول شهر ثلاثة لكن الكمأة دي مصرية شوصرية الكمأة دي من الصحراء الغربية محافظة مطروح وده فخر ان هو طبعا الصحراء الغربية عندها فيها كمأة وده طبعا يعني شيء المفروض يسعدنا جميعا ان الحاجة اللي موجودة عندنا بفضل من ربنا سبحانه وتعالى دول مش لقينها بل بالعكس بيجوا في التوقيت ده وبيشتروها وبيدوروا عليها وبيعملوا الابحاث عليها فيعني الموضوع ليس بالهين يا شيخ راضي فعلشان كده انا جربت ده عشان جعدت ستة شهور ونقول لك انا عايز كيلو كمأة لا حاضر منها اتنين كيلو ثلاثة كيلو ستة شهور نقول لشيخ شريف انا عايز كيلو كمأة عايز ضروري فين بعد ستة شهور لما الشيخ شريف واحنا مش هنوفرها للناس غير يعني طبعا الشيخ شريف عشان هو بتكلم عن الكبأة بالذات لان هو ده موطنهم حتى موطن الشيخ شريف كمانين موطن الشيخ شريف لعمامي في مطروح مارسة مطروح عشان لو حد عيروح هناك صيف ولا شيء عينزل لشارع اسكندرية عايز يسأل عن الشيخ شريف لعمامي عايز يلاجي الشيخ شريف المتواجد وطبعا عيروح يلاجي لعدد عدد الناس قدامه وديه وازاي الشيخ شريف فعلا عنده الخبرة في شرح الطريقة لعلاجية او طريقة اللي تاخدها بالاغذية اللي في الكمعة وازاي يعرف يفيدك بكل شيء انت بتسأله فيه حتى انك اندخلت عند الشيخ شريف كذا مرة بنطخل لجيه وبيشرح للناس طريقة العلاج ايه اللي ممكن يفيدك وايه اللي ممكن يضرك كل شيء عنده يعني له لغز او له طريقة او له شرح في هذه المسألة لكن طبعا احنا بنستغل وجوده معانا النهاردة الشيخ شريف وبنتكلم عنه كمان الشيخ شريف احنا عايزين نعرف ايه الفرق بين البيضة وبين الحمراء يعني تمام او ازاي نعرف النوع الاحمر بيسموه في بعض الدول الخلاسي ماشي هو طبعا بيكون في امكانياته او فايدته زي النوع الابيض بالظبط زي ما سبق قلت الحضر نفس الامكانيات وحدة ولكن بيختلف الموضوع مكان لمكان مش عاملي مش حتت لمكان لمكان بيختلف الموضوع في جزئية استخلاص ماء الكمأة لعلاج العيون فاحنا بنفضل الابيض لكن ده بيتاكل والاحمر بيتاكل وممكن الاحمر بنستخلص منه المياه بس ما بيبقاش فيه مياه كتير زي النوع الابيض طب اكتر حاجة ممكن يفيدنا في العلاج فيها يا سوسي طبعا بالنسبة للكمأة افضل شيء بيفيدنا زي ما سبق وقلنا علاج مرض التراخومة مرض في العين الناس كلها تعرفه بمختلف حالاته سواء كان عند الكبير او الصغير ده سبق وعلى فكرة قديما وحديثا وقديما كان فيه يعني احب استطرد وازكر كده يعني وانا اتجاوز في كلماتي علشان طبعا وقت حضرتك بالسامين الله بارك فيك الشيخ راضي الكامأة قديما تعالجوا منها حتى خلفاء في العصر العباسي يعني المتوكل بالله هذا عشر الخلفاء الدولة العباسية كان عنده طبيب اسمه يوحنة وكان هذا الطبيب عالم وصيدلاني وصيدلاني في عصره وكان يقوم برعاية كثير من الخلفاء ففي يوم من الأيام عالج المتوكل في مرض أصابه في العين ويعني استطرد كلامه وقال يعني صاحبكم يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرشي شيء من هذا القبيل يعني فذكروا له الحديث إن الكمأة من المن وماءها شفاء للعين فجاب المتوكل الكمأة وأعطاها لهذا الطبيب وعالج المتوكل فمن اليوم الثاني برئت بعدما تدهورت هذا قديما وحديثا كل الناس بتستخدمها حتى في البيوت بطريقة شعبية في استخلاص الماء منها وضعها في قطارة أو زجاجة أو في طريقة تانية علشان خاطر الناس ما تغلبش نفسها لأن فيه برضو ناس ما بتعرفش مرود بالكحل كحل الأثمت هذا ذكر في الطب النبوي بيغمس المرود في الكمأة ويطلع المرود تاني ويكتحل به المرود هذا برضو عشان فصرين المرود زي عود آمن على العين طبعا ما فيهش ألا حد أو الحاجة اللي هو بتاع الكحل آه ده معروف ده معروف آه تمام تمام اضطها جوه الكمأة آه بالزبط ويطلع طيب دي طريقة تحفظها ازاي شخصي بالنسبة للكمأة بما أن هي فطر ما بتطولش يعني هي بتفسد بسرعة ويطلعا ما فيهش سبحان الله وما أخدوهاش ما تجمعتش بترجع تراب تاني سبحان الله الكمأة لو فضلت في الأرض بترجع تراب تاني لو محدش جمحها خلاص لو محدش جمحها بترجع تراب تاني دي دي معلومة برضو للناس تمام فإحنا لما بنحصل عليها وعايزينها تقعد معانا مدة من الوقت بنغسل الكمأة ونسيبها في المية مدة طويلة وبعدين مدة طويلة قديك كده شكرا يعني ساعة ساعة تمام تمام ملح علشان خطر ينزل بالأتربة اللي على الكمأة وبعدين بنشطفها مرة أخيرة لما نشوف ان المية بقت خلاص ما تهاش تراب نحطها بعد كده في الفريزر في المجمد تمام تجميد التجميد ده هيقعد معانا قطع مع كياس ولا قطع في حاجة ولا بضع التجميد يقعد معانا شهرين ثلاثة تمام ويقعد أكتر من كده بس الأفضل ما يتجوسي ما يتجوسي المدة دي لكن لو خرقت المية وخلاص بالمية تعيش ولا برضو لازم نحطها في التلاجة برضو في التلاجة لازم التلاجة لو احنا هنستخدم بقى مية قبل ما نحطها نستخدمها للعين ما نطلحاش من التلاجة على العين على طول لازم نسيبها نسيبها مش أقل من ساعة بر وبعدين وبعدين نستخدمها تمام طبعا قالوا فيها كلام كتير العرب قديما قالوا هي بنت البر والبر حاويها مليئة بالخير وعظام ما فيها ده للكمأة للكمأة صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكن النهاردة شيخ شريف برضو احنا عايزين نعرف أكتر هل الكمأة لها موسم في دول تانية غير الموسم بتاعنا ده ده الموسم الكمأة لازم يكون موسم أمطار وجوه فيه رطوبة عليها تمام ولازم الكمأة بعد ما نجمعها في الموسم ما نخليهاش طبعا احنا جايبينها كده علشان خطر نوريها للسادة المشاديين ما تقعدش مدة طويلة كده لازم أن تكون في مكان مظلم مظلم طبعا بعد ما بنستخرجها حتى لو في التلج لا في التلج ما هم تغطط خلاص بالضبط كده طيب احنا عشان الشيخ شريف هو معانا النهاردة احنا طبعا القام الشيخ شريف على الشاشة واي حد يعوز كمأة او يتواصل مع الشيخ شريف هو احنا يعني تقريبا انا شبه بنضغط عليه انه يتكلم عن الكامة او انه يحضر معانا هو طبعا بسم الله ان شاء الله عنده ومركزه هناك في مطروح مارسة مطروح وطبعا اي حد راح مارسة مطروح عارف يعني عبارة الشيخ شريف العمامي معروفة وعارف خبرة الشيخ شريف فيها ارقام الشيخ شريف موجودة واحنا برضو امكان انا نتكلم مع الشيخ شريف قبل الهواء قلته طب انت في مطروح الشيخ شريف عشان نروح نجيب كيلو كمأة عن نروح لك مطروح عشان نجيب كيلو ونرجع يكون باز مني فالشيخ شريف ربنا يحفظه بارك فيه قال لا انا ممكن مستعد اني ممكن نشحنها او نوصلها لاي مكان داخل مصر وبرضو ان شاء الله يعد من احنا ممكن طلعوها برة مصر بإذن الله هو يقدر يحافظ عليها في المكان بوكس وعادنا بالكلام ده وهو تقريبا يعني قلت له طب العصار ايه طب الناس تعرفت وصلها ازاي طبعا قال لي انا يعني حشان هما اللي بطلعوها من المكان ده ويمكن انا روح شفت الاماكن ديه بنفسي بطلعوها من الاماكن ديه بنفسيهم وعارفينهم بطلعوها ازاي ومش هتلاقي فعلا يعني انا دايما بننصح دايما تاخد العشبة او الاعشاب او الفطر زي ده او اي شيء من موطنه من الناس اللي هي عندها خبرة به عارفة هي بتعمله ازاي عارفة تطلعو ازاي لان الفطر ده ممكن يكون عندك موجود لك انت وتستخدمه وميجيبش معاك اي فده لانك اصلا استخدمته غلط او طلحته او استخرجته غلط لك مش اي حد يعمله فالشيخ شريف قال خلاص احنا احنا والله بنطلعوها بسعر يعني اخروجها لان احنا عايزين نفيد الناس بيها وبيصعب علينا ان هي تروح في الارض ومحدش يعرف عنها شيء اللي هي الكمأة طبعا بكل انواحها ومواسمها والشيء متوفرة عند الشيخ شريف طبعا في اماك ما كانت مطروح اي حد ينزل مطروحيا موجودة هناك وطبعا الكمأة ديت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ايه من الكمأة من المن وما هوها شفاء للعين وشفاء للعين طبعا ومش شفاء للعين بس لا ده لها فوائد كتير جدا للمعدة تقريبا شيخ شريف والألم المفاصل لألم المفاصل وفي حاجة احنا برضو نسينا نبشر بها الناس الكمأة جماعة ممتازة جدا 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 لعلاج الخصوبة عند الرجال وسيدات الناس اللي هي بتشتكي ربنا سبحانه وتعالى يرزق الجميع يعني وينعم عليهم بالذرية الناس اللي بتشتكي من العقم وكله بأمر الله سبحانه وتعالى ولكن من باب الأخذ بالأسباب الكمأة فرصة في الصناعة طبعا في المركز عندي شيخ شريف أنا يعني عالكت بيها لما خدت منك مرة اللي فاتت وعالكت بيها ناس فعلا في موضوع الخصوبة ده وقسم بلاي ممكن كان المكالمة من الحلقة اللي فات غير اللي فاتت أخت بتاع الصعيد اللي كلمت وقالت أنا ربنا كرمني وأنجبت طبعا ده كان من ضمن الإعلاج بتاعها كان هذه الكمأة ودي أشياء موجودة عندنا في مصر ونقدر نطلحها ونقدر نستخرجها برضو نكتفي بالكمأة ونتكلم رغم من الحديث عن الكمأة نتكلم طبعا الشيخ شريف ربنا يحفظه بارك فيه أنظف أو يعني أفضل من يتحدث أو يخرج زيت الزيتون أو يعصر زيت الزيتون دية شهادة من شهادة له لأنه طبعا عشان شغلي وعشان خبرتي في المجال ده والعلاج وكده من أفضل الأماكن التي تحصل عليها من زيت الزيتون هي مطروح ومن أفضل الأماكن أو من أفضل الناس اللي ممكن تاخد منهم زيت الزيتون فعلا الشيخ شريف لأنه دي بتبقى لها طريقة في العصر ولها طريقة حتى في تنجاية الزيتون نفسه وزي تاخد الزيتون نفسه اللي عتعصره عشان تفيد واطلع الفوائد بتاعة الزيتون الشيخ شريف إحنا عايزين نتكلم بس سريعا على زيت الزيتون وإزاي بيستخرج وطبعا حضرتك الشيخ شريف عامل عروض على زيت لو حد ياخد جملة منه على أي شيء يعني يفيد الناس من الناحية الصحية الطبية البدنية يعني إحنا بنراعي الناس في حتة الأسعار والكلام ده لأنه إحنا يهمنا طبعا أن الجميع يكون صحة جيدة وبما أن الزيت الزيتون يعني مرتبط يعني بعقيدة وربنا سبحانه وتعالى ضرب نور السماء نوره نور السماء والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور ويأتي زيت الزيتون في الطب النبوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة فزيت الزيتون أكل وزيت الزيتون دهان زيت الزيتون غذاء زيت الزيتون شفاء بإذن الله زيت الزيتون كذلك للتجميل زيت الزيتون لا أقول أنه ثقافة شعوب على الطعام فحسب ولكن زيت الزيتون صحة لكل الأفراد والمجتمعات طرق عصر زيت الزيتون وحدة ولكن بتكون بطريقتين يعني هي الطريقة وحدة معروفة عند الناس ولكن في طريقة بدائية اللي هي كان بيجيبوا الزيتون في مكبس والمكبس ده بيدوروا مثلا المواشي عزك الله وبعد ما يتحول هذا الزيتون إلى ما يشبه التفل بيتحط في مكبس تاني علشان خاطر ينزل الزيت بالمية وبعدين بيسيبوه في براميل مجالفنة علشان يفصل المية عن الزيت ودي بيسموها الزيت الزيتون اللي هو على البارد فده كان بيكلفهم جهد كتير وكان طبعا ما بيسعفهمش فالنهاردة المكن الحديث برضو بيقصر على البارد لأن الزيت ما ينفعش يتعصر في درجة حرارة أعلى من درجة من 38 درجة مقوية لأن لو زارت عن 38 درجة مقوية بيفقد الزيت بعض الخواص اللي فيه لأن الزيوت طبعا أحدية وزيوت مشبعة وفيه زيوت مهدرجة فزيت الزيتون أفضل الزيوت لتقليل مش هقولك أنه هو خالي من الكوليسترول زي ما بيقولوا لا ده هو بيقلل الكوليسترول في الجسم وزيت الزيتون مش للكوليسترول بس زيت الزيتون اللي خشونة المفاصل وألام العظام زيت الزيتون للغضاريف فقرات الظهر والرقبة زيت الزيتون مفيد دهانه للجسم والشعر زيت الزيتون للأكل زيت الزيتون يتطبخ به ولكن في دول معينة بتجيب الزيت بدون عناصر كتير احنا ممكن نكون محتاجينها فبيشيلوها علشان يدي طعم بس ما بيديش فايدة لكن اللي هو بيستخدم على البارد نحط منه على الفول نحط منه على الجبن نحط منه في الأكل ونغمس نحط منه على التمر ده أفضل استخدام لزيت الزيتون ومقوّل المناعة جدا على الفكرة وبرضو بيقي منها شاشة العظام يعني احنا عندنا فيه أوجه شبه ما بين الكامل اللي تكلمنا عليها وما بين زيت الزيتون فيه بيشتركوا مع بعض في حاجات كثيرة هو الشيخ شريف طبعا الكميات تقريبا موجودة عندها كميات زيت زيتون كلها موجودة والحموضة طبعا احنا دايما بنقول زيت الزيتون الفرزة أول وعلى البارد والحموضة أقل من واحد في المية وكلام ده احنا عايزين نضيف برضو ان زيت الزيتون فيه شركات عالمية السمت زيت الزيتون لأقسام اكسترا فيرجن كارينت فيرجن فيعني كل التقسيم من هذه التقسيمات اللي درجة حموضة فاحنا بفضل الله عندنا الحموضة أقل من واحد في المية طيب ازاي نعرف ان الزيت ده معصور على البارد وازاي نعرف ان هو يعني عامة الناس مش هيعرفها هو كله بيكتب على البارد يعني بصب هو عامة وممكن يكون كله على البارد بس فيه جزئية يعني انا حب اكد عليها حتة نسبة الحموضة نسبة الحموضة دي مش معناها ان انا باكل الزيت بلقى طعمه حامض لأ نسبة الحموضة دي بترجع للثمرة ذات نفسها المفروض زي ما بيقولوا كده على رأي المثل من الشجر للحجر هو ده المفروض ان هو الزيتونة وهي كده سليمة ما فيهاش اي مرض من الامراض الزراعية تروح المعصارة على طول ما يبقاش الزيتون خليط ولا الزيتون يكون ساقط تحت الشجر مدة طويلة ولا الزيتون برضو يكون عليه نسبة ملح لان فيه البعض بيحط نسبة ملح كبيرة علشان خاطر ينزل المياه وبيستعجل فبيفقد بعض الخواص اللي فيه اللي احنا محتاجينها لصحتنا لكن هو في الغالب كلها على البارد هو كله فعلا على البارد ولكن الفرق بيكون في نسبة الحموضة من مكان لمكان من ثمرة للتانية الثمرة دي هل اتعصرت وهي سليمة ما فيهاش اي مرض ولا اتعصرت بعد ما عد عليها ايام ولا فيها حاجة نوع الزيتون نفسها بيحكم على زيت الزيتون نوع الزيتون نفسها اكيد طبعا نوع الزيتون نفسها بيحكم على الزيت حتى في الريحة حتى في الطعم تمام وبعدين يعني كل أنواع الزيتون اللي في الشجر بتتعصرش خريف ولا لها أنواع معينة فيه أنواع معينة طبعا فيه أنواع معينة غير المخلل غير الزيتون غير المخلل بس لكن طب فيه ناس بتعمل بقى كله على بعض وخلاص غالبا لا وممكن الكلام ده في مطروح بس لكن ربنا يديمها نعمة احنا عندنا الناس ناس يعني محترمة وتجار يعني عندهم امانة وكل واحد بيكتب يعني حتى لو هو بيكتب اسمه على المنتج او على الزيت بتاعه اللي هو عصره من المزرعة بتاعته ده برضو دليل على ثقته في حكته فده يعني شيء هو دايما انا منقولها شكرا شريف دايما انا منقولها ان ما تاخدش العشبة او الزيت او شيء او العسل غلا من الشخص يكون موصوق يعني انت ما تثقش في المنتج جد الشخص هو المفروض حتى البيع ليه ثقافة وارشاد الناس على المنتج يعني يكون بعلم يعني العطار ده مش واخد درجة الدكتوراه ولكن العطار الخبرة بتاعته يعني المفروض لا تقدر بثمن فيه اعشاب كتير خبرة عملية طبعا فيه يعني على سبيل المثال فيه اعشاب كتير فيها ممكن يكون فيها نسبة سميات على سبيل المثال العطار اللي هو عنده ثقافة بالمنتج او بالشيء اللي هو بيبيعه هيعرف يدل المشتري على كيفية استخدام المنتج يعني على سبيل المثال فيه ما يسمى بحب الملوك تشبه بزرة الخروع انا متعمد ان انا يعني اذكرها يعني حتى علشان ما يكونش فيه يعني حتة كتمان للعلم او يعني استحواذ على الخبرة ولكن علشان نفيد الناس وبرضو يستخدموها ازاي بياخدوها حبة الملوك دي احيانا بيعالجوا بيها المكروب الحلزون بس بيبقى منها خطورة في بعض الاوقات لو هي اتخذت زي ما هي لازم ان تتأشر من بره وتتأسم من نص وفيه رأف النص دوة المفروض ان هو يتشال ويترمى اللي في النص اللي يترمى بالضبط لو اخدها زي ما هي كده في نسبة سموم بقى فيه نسبة سموم وبتعمل احيانا نقيق وسهل شديد تمام فدي على سبيل المثال يعني وطبعا في حاجات كتير الله مستعين طيب طبعا عشان خاضر معانا الشيخ خريف النهاردة احنا اتكلمنا على افضل يعني من افضل علاجات اللي وصفت بالطب النبوي الكمأة او الترفاس واتكلمنا عن زيد الزيتون وطبعا دي حاجات يعني انا منجربها عندي في المركز عندي وعارف فعلا انها منين بتيجي احنا متكلم على سر المهنة عشان لو تروح بعد كده تخدم الشيخ خريف هو الشيخ خريف اللي ايه المورد يعني تقريبا العشاب وطبعا كل افضل حاجات لها عنده طبعا الشيخ خريف عامل حاجات عنده خاصة بيه هي يعني ايه حاجة حصري بالنسبة للعلاجات وكده وطبعا موجود الشيخ خريف في شارع الاسكندرية في المتروح شارع التحرير متفرع من شارع الاسكندرية اه شارع التحرير متفرع من شارع الاسكندرية طبعا ده معروف مكانه انك تسأل عليه في اي مكان الشيخ شريف العمامي أي حد يوصلك وطبعا الأرقام على الشاشة وإن شاء الله كلنا لقاءت تانية على عجبة تانية أو فطرة تانية أو أي منتج منتجات الشيخ شريف تاني يعني نشكر الشيخ شريف ونقول يعني يا ريت تتكرر تاني الشيخ شريف إن شاء الله يكون لنا شرف بوجودنا معاكم ومشكرين لك يا شيخ راضي وشكرا للقناة والفريق خلف الكاميرات وفي الاستوديو شكرا لكم جميعا أنا إن شاء الله طبعا معنا إحنا بعد الشيخ شريف معنا الشيخ حميدة ربنا يحفظه وبرك فيه طبعا إحنا خلصنا جزء العشاد بعد الفاصل نتكلم على طبعا إعلاج السحر ومرض السحر وعيكون معنا طبعا الخبير في علوم السحر أو المعالج بالقرآن والسنة الشيخ حميدة عبد الكريم يعني إن شاء الله نخرج فاصل ونواصل